موسيقى السلام عليكم أنا مواطنة مغربية أم الخمسة دي اللي وليدات تنعيش في إيطاليا دا بعوشين سنة جيت ليوم نعود لكم المشكلة عندي في المغرب وتنتمنى من المغربة كاملة اللي تعيشوا في المغرب وبرادية المغرب ينصفوني ويفهموا اللي سنعود لكم المشكلة مع واحد جرديني اللي عرفته على طريق جيراني مقابل اللي هم ومقابل الناس كاملين اللي تي سكنوا تما حنا تفهمنا معاها يقابل لنا الجردة كل جوش السيمانات يقطع القازو والشجار والماتيريال من عندنا الماكينة للقازو وكل شيء هاد النهار اللي تي دير دي الخدمة تي دي شد في 250 درهم الخدمة دي اللي يديه وفين ما تي ديرها تيمشي تخلص من عدة دراري مقابل اللي نواحد الكافي ولا تي جمعها تيمشي يشدها في الأخر دي الشهر مهم جوج خطرات في الشهر مشات اتفاقية دي اللي نهكو في العامة الليولى الناس جيران تشكوا انه فاشحنا تنمشي ونحنا تنسكنوا في بني ملال تنمشيوا في حالتنا الصودات في بني ملال تيستغل طيبوبة ديالنا اللي بيسين تي كره الصحابه وعاد حواج اخرين قالوهم لنا الناس تيستغل تيجوا عندنا اخرين تيستغل الجردة تيستغل كل شيء هضرنا معاه بدل ديك العادة ألفين وتتعرضت عدي الدار للصارقة مشكينش فيه العام الفايت في شهر خمسة تيجيني ميساج من واتساب من عد واحد السيدة تقول بني أنا جارتها وقالت لي بلي جارتين اللي عندك في الدار تيجير تصرفات خيبين ورا عدوشي حواج الصوم عديلو خيبة ما نقلش عليكم الحياة هو في تصرفاته تيبان مبنت ذاك الشي كله مشي شغلنا فيه شوية تتصفت لي ميساج وكو اودي ميساجة باقيين اللي صفتت لي هاد سيدة باللي القولفازير خاونو اللي عندك في الدار حدا ما تقنعش نزل مولددار المغرب بتي لقى ذاك شي اللي كان هو ما كانت لقوفازير غادي يقول لي هل من باعتيه غايقول لي سمح لي يا غلط غايت تصلب باللي شراه من عدو هادك اللي غايت تصلب بيه الرجلي غايقول لي بللي أنا شريت متان عارفكش انتايا غادي تدوز واحد اليومين غادي تصلب لي غايقول لي اسمح لي يا راه غا متلت معاه راقال لي يا قول باللي انتالي شريتي من عدو مولددار ما صبرش هزود ده عدو البوليس عدو البوليس عدو البوليس دي عطار بالصارقة قال بللي غلط وغايرجع لقوفازير على اساس غايرجعو مولددار رجع في حالته حيث ما عدوش الوقت فاش انا تسنينا فاش نزلتانا في الصيف مشيتانا نشوف القاضية فين وصلة عدو الوكيل فاش وصلت قالوا لي بللي ما يمكنش انتابع الدوسي حيث باديه مولددار هو اللي غادي يتابع الدوسي انا بقى في الحال حيث داري اللي تعرضت للصارقة حشو متأمن واحد على دارك ويدير فيه قاعد الحويج وتنتمنى من كل مغربي يفهم هذا الشيء واشي لانت خرجتي من دارك ماشي تغى مدينة لمدينة وتسرقليك غاصل دزبل من قدام الدار واش غادي تشوف شكو اللي اداه هذا الشيء اللي بقى فينا وتنتمنى يقدروا الوقت اللي عندنا الوقت اللي تنجوا للمغرب مكافيش انا العطلة ديالي لعمل في الدست ولادي ما دارو ما شافوا تحاجة جريت في المحاكم جريت شديد ودرت شيكا اخرى هذا هو المشكل ديالي شلا ما يتقال ولكن ما بغيتش نكتر بزاف ديال الهدرة هذا هو المشكل وما تشدش لي حقي ودس العطلة رجعنا مدرنا ولو فاشنا رجع الدابة دبشي خمس يام هدي سيصفت لي يا ميصاج تيقول لي حصلتوا دابة تيخسر في الهدرة شوية تيكتب لي الميصاج الثاني تيقول لي من هنا را كورونا جد في العالم كامل را كورونا ربي صفتها وباء للناس الطاغين للفوق اللي في التحت راح شو ما الظلم راح شو ما تنصف واحد خاون وضلم واحد دارو مخوونة وتنتمنى من كل واحد يسمع هذا الميصاج يفهمني انا قاصدة شي حويج وتنتمنى الناس تفهمها والميصاجات اللي صفت لي فلوديو كل شي راح نصفتهم لكم وغادي تصنطوا لهم معيور خيب وتيتعنى باللي من وراه ناس كبار تيتعنى بها هو وتنتمنى حقي تشد وشكرا والله يشافي المغربة كاملين والله يدخل عليكم هاد الشهر بصحة وسلامة وعواشر مبروكة شكرا